قبل الفاصل كنت بتكلم عن ان احنا متواصلين في العمل متواصلين في الاجتهاد وده ما اكده التصريحات اللي بتخرج على لسان المسؤولين وزير الزراعة والرأي تعمير سيناء ابلغ رد على عصابات الارهاب الساعية لتهديد امنها واستقرارها قال الدكتور عادل بلتاجي وزير الزراعة والصلاح الاراضي ان زراعة وتعمير ارض الفيرو سيناء ابلغ رد على عصابات الارهاب وكل القوى والعصابات التي تسعى لتهديد امن واستقرار هذا الجزء الغالي والعزيز من ارض الوطن جاء ذلك في بيان ادان فيهما الوزير بشدة الحادث الارهابي الوحشي الذي استهدف نقطة التفتيش العسكرية في شمال سيناء واصفر عن استشهاد واصابة العشرات من الجنود واكد الوزير ان دماء الشهداء الابرار التي خضبت ارض سيناء لن تذهب سوداء وستزيدنا اصرارا واقتناعا على اقتراع الارهاب من جزوره يذكر ان حاليا بيتم انهاء العمال المتبقية لاستصلاح وزراعة 40 الف فدان شمال سيناء واحياء مشروع قرية الامل في القنطرة شرق واستكمال ترعة السلام عاوز اقول لكم هي دي الاسباب الحقيقية هي دي الاسباب اللي دفعت هذه الهجمة الوحشية من الارهاب الاسود شايفين ان في حركة انتاج وحركة عمل قرية الامل في سيناء من سنين طويلة تم وضع بنية اساسية لها تم انشاء بعض الوحدات في وحدات الان بيتم تشتبها وعلى اعلى مستوى لشباب الخرجين اللي هي ان شاء الله يشتغلوا في هذا المشروع بيتم تطهير الترع الموجودة هناك من الاتربة اللي موجودة بسبب ان من سنوات طويلة تم انشاء هذه الترع ولم يتم استخدامها لما نقول ان فيه اربعين الف فدان تقريبا سيتم الاعلان عنهم قريبا جاهزين للإستصلاحة ولا الزراعة كل دا شيء من شأنه ان هو يقهر الارهاب كل دا يقهر الارهاب الاسود ويقهر العدو شايفين ان عجلة التقدم بتمشي لقدام شايفين الشعب المصري بيشتغل ووقف وراء القيادة السياسية اللي موجودة شايفين الوزراء بينزلوا بنفسهم بيتابعوا هذه المشاريع على ارض الواقع وبيتابعوا هذه الانشاءات وبيؤكدوا على سرعة الانتهاء من هذه المشاريع وبالتالي ردنا على هذا الارهاب الدولة والحكومة والشعب عازم على العمل وعازم على التقدم مهما كان حزننا على شهدائنا وعلى شبابنا هنترجم دا الشغل وصورهم هتبقى موجودة قدام عينينا علشان تحفزنا اكتر ان احنا نكمل هذه المسيرة اشتركوا في القناة